نسمع نهوات لأنه أنت ولدتي ولادة طبيعية هل المخاوف العالية والتصورات المخيفة عن الولادة الطبيعية مخاوفة كيش ما أثروش فيه كل المجتمع اللي حوالك شايفية كله بيولد كيساري دياتي أنا كان عندي بعد إكسبرينس شوية مع أرايبي وإخواتي أنا معرفش حد تقريباً ولد طبيعي فيه الولادة الطبيعية ولا الكيساري؟ لا كله ولد كيساري بس أنا كنت دايماً بشوفهم عاديين أروند تلت أسابيع ما بتحركوش ما فيش ضحك ما فيش كحة كل الحاجات دي علشان مكان الجار بيرجعش تاني بسهولة بالضبط الريكابري تايم بتاعها كان كبير قوي فكت مثلاً أشوف أختي لو عايز تضحك لا مش هتحك علشان أمسك بطني ومش عارف إيه محدش يضحكني ومحدش يكلمني مش عارف إيه فكان الريكابري تايم بتاعها كان كبير قوي قوي التعافي يعني بياخد وقت بالضبط التعافي كان بياخد وقت كبير في التعافي فأنا شوية كان عندي حسيت إيه ده ليه يعني عشان أولد لازم أعزي بثلاث أسابيع تعب طب سألت الناس كده طب هو اللي بيولد طبيعي أنا ما فيش بقى ما فيش خاص من أي حد ولد طبيعي فبدأت أسأل طب هو اللي بيولد طبيعي الواجع إيه فالناس كلها بيقولوا دي ساعة من ساعة فأنا معرفش برضو هو وجع ساعة ولا كل ساعة أيوة بالضبط كانوا بيقولوا كده فأنا برضو مش عارفة بعدين بدأت أسمع وقتا ما أنا كنت حامل إنه ممكن توليذي وتمشي في نفس اليوم صراحة أنا كنت في وقت بيك شوية لكورونا كانت في ظروتها فأنا ما كنتش حابة بصراحة إن أنا تواجدت في مستشفى يومين معي مامتي وجدتي فما كنتش حابة خالص إن أنا أقعد كتير في المستشفى فبدأت أميل أكتر كمان إن أنا أولد طبيعي وبعدين الدكتور بتاعي قعدت تسألها قلت لها طيب هو أنا إيه أولد إزاي فقلت لي يعني إيه تولدي إزاي يعني أنت عايزة تولدي سي ساكشن فقلت لها لأ لأ أنا مش عايزة أولد سي ساكشن خاص مش عايزة أولد كايصار فقلت لي طيب خلاص يبقى هنولد طبيعي فقلت لها طيب أنا برضو إخوتي كان عندي شوية في حاجات صحية حصلت كتير عندي أخت ضغطها عالية أخت الثانية ضغطها عالية عندي أخت بقى ثالثة حصل لها كمبليكيشنز كتيرة قوي 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 وحشة بعد ما ولدت كتولدة طبيعي برضو؟ لا كتولدة سي ساكشن برضو فكان الموضوع بالنسبالي موتر قوي 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 فقلت لها طب ضغطي عامل إزاي؟ ضغطي كويس؟ طب في أي أسباب تخليني أشفت أن أنا أولد كايصاري؟ قالت لي لا خالص فبدأت أتطمن وأرتاح نفسيا وقلت لها خلاص أنا حاول الطبيعي حاستنى وحاول الطبيعي وحاخد الشجاعة وحاخد الإنشتف بقى كل اللي حوالي عاملي يبصلي اللي هو بجد هتقوليت إزاي؟ وكأن ده اغتراع مثلا أنت بتعملي حاجة خارقة للطبيعة مثلا بجدها إني جاية من الفلك بجدها هتولدي طبيعي مفيش غير مامتي الوحيدة حابتت هي والله طب هي مامتي والدك إزاي؟ طب هي بقى الزهنة عند الشباب يعني الحقيقة بالضبط زمان يا دكتورة أمال أولا كنا نلاقي الستات جدتنا زمان ممكن تولد تلف العيل وتقوم تولى على الأكل عادي وكانت عيبة كبير رجيم دان إنو الولادة القيصرية لقد دي عيب لانت كده بتدلعي أيها وكمان معروفة يمكن جداتي كانوا بيقولوا كده أنه بتخلي إن الرضاعة الطبيعية ما بتمشيش الدورة الطبيعية بتاعتها بتخلي الجنين نفسه بيبقى هزيل العضلات بتاعته ضعيفة لأنه ما تعرضش للضغط بالضبط ودي كتا تجربة يمكن عملوها وبيبرز كتير اتناقشت في أوروبا وغيرها على تجربة الفيل لما فيل ولدت بشكل طبيعي والتانية ولدوها قيصري لقيوا إن الفيل اللي تولد الصغير يعني بشكل طبيعي قام على رجليه وبدأ إن هو يمشي ويتحرك التاني اللي تولد عن طريق فتح قيصري كان هزيله وفضل قاعد على الأرض فترة طويلة ما قدرش إن هو يقوم بسهولة مشكلة رغم المعلومات دي إنه فيه ترند كده يعني يلا سيزيرين على طول يلا سيزيرين في درجة هنا في الإعداد بيقولي يعني أستاذنا هو تلاقوها بالعافية إن واحدة هتتكلم عن الولادة طبيعي حقيقة كأنهم يدوروا على عمل اللي أنا أدرا هو البيبي حقيقة بيزيد ثلاث أضعاف معدل دخول حضانة لو تولد قيصري عن البيبي اللي بتولد بشكل طبيعي ثلاث أضعاف الضغط اللي بتأثر للبيبي والسترس اللي بيحصل له استرس الضغط العصب اللي هو بيحصل له ده بيخليه يفرز بعض المواد اللي بتساعد على النضج الرأة بتساعد على تحرك الأمعاء بتساعد على نشاط القلب الزايد شوية فبتحسن من وزيف الأعضاء بالنسبات ترجمة نانسي قنقر